بالتأكيد وزارة الكاربال يوم مجبولة على أن تواكب الطلب وهي بذلك تستعد لخطة خمسية عملت ببدايتها يعني بصراحة هذه الخطة الخمسية كانت تفترض قوامها خمس سنوات تفترض مديات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأمد خلال هذه الخمس سنوات الخطة القصيرة خلال عام واحد أن نضيف من خمس تالاف إلى سبع تالاف ميجاواط لما هو موجود بعامين أو ثلاث هناك خطة قصيرة ستكون بضمنها مشاريع الطاقة الشمسية التي وقعت ستكون حاضرة بـ 12 ألف ميجاواط وصولاً لخمس سنوات نصل إلى 54 ألف ميجاواط طبعاً هذه الخطة عرضت أمام السيد الرئيس الوزراء نوقشت بشكل ملي أثناء زيارته لمقر الوزارة استحسنها بشكل جيد افترضنا أن نطالب بمقوماتها اللي هي الخطة الوقودية وأيضاً الدعم المالي والقرارات الحكومية التي هي بها عناية كبيرة من شخص السيد الرئيس الوزراء هذه الخطة نعم ملف الكهرباء بالمجمل هو ليس بالسهل لكن ليس بالصعب وافترضنا بخطة قابلة للتنفيذ شريطة أن تتعاون جميع الجهات والوزراء هل رأيتم استجابة بذلك لتوفير المقومات التي تحتاجونها؟ والله بصراحة أكون صريح السيد الرئيس الوزراء أوعز لوزارة المالية بتوفير الدعم وللتخطيط بإدراج جملة من المشاريع الستراتيجية مضاف إلى باقي تشكيلات الدولة للأسف لحد الآن نفتقر للدعم المالي الدعم المالي هي أبرز المعاوقات لكم أم غاز قلة الغاز المورد من إيران هو السبب الأكبر؟ يعني أستاذ غسان من أول المقومات أن نعمل بطاقة محطات منتجة أن تكون هناك خطة وقودية هذا أولا مضاف إلى ذلك حتى نواكب الطلب اليوم إحنا مجبورين على أن نضيف 10% من زيادة من الطاقة لنواكب الطلب هلك انشطارات هلك زيادة على الاستيلاك بالتالي هذه الزيادة كانت لوحدات انتاجية أو كانت لخطوط ناقلة أو لتدعيم قطاع توزيع تالي نفترض أموال إحنا بصراحة ما توقفت خططنا عند الأموال عملنا بالصيف الماضي على جملة التحديات ما كانت خافية عليكم استهداف أبراج، انحسار إطلاقات غاز، اطفال خطوط الإيرانية مضاف إلى ذلك لم يكننا لكدع مالي تعاملنا بالآجل مع الشركات القطاع الحكومة التابعة لوزارة الصناعة مع استخدامات مستثمرين يطلبون أموال يعني يسألك بهذا الخصوص بالذات ديون الوزارة اليوم التزاماتها اتجاه المستثمرين وأيضا الديون للوزارات الدوائر الحكومية عفوا يعني ما هي آخر المسجدات فيها يعني مضاف إلى أنه احنا اليوم بعض الوزارات تطلبنا من قبيل شركات وزارة الصناعة ومن شركات بعض القطاع الخاص اللي قام أجهز من مواد هناك أيضا ديون حكومية لصالح الكهرباء على جملة الدوائر الحكومية عليه افترضنا أن تكون واحدة من حلولنا أنه المقاصة يصار إلى مقاصة هناك قيمة جهور جباية كهرباء عن طاقة مجهزة لدوائر وتشكيلات حكومية بالتالي تصل قرابة إلى 3 تريليون 3 تريليون دينار افترضنا أن نضع حل وسطي ما بين الطرفين ويصار إلى مقاصة بالتالي تتساقط جملة الدين لكن هذا هو ليس بالحل الستراتيجي الحل الستراتيجي أن تدرج مشاريعنا الحاكمة بأقل تقدير لدى وزارة التخطيط وأقول بصراحة السيد وزير التخطيط جدا متعاون بهذا الجانب بقد دعم المالي وهو ضروري مضاف إلى الخطة الوقودية خطة الوقودية الأخوة بوزارة النفط يعملون عليها لكن افترضوا السقوف الزمنية بالـ 23 و بالـ 24 و بالـ 25 عليه ستظل الحاجة قائمة لاستيراد الغاز المورد انحساراته من عصر 50 متوع اليوم 8.5 ستحدد أحمال المنظومة بشكل كبير هذا غير مرئية اليوم وغير ملحوظة اليوم هناك احتدال درجات حرارة لكن بقادم الأيام بذروة أحمال حتى الشتوية سيبدو تأثير انحسار طلاقات الغاز واضح للمنظومة إن استمر ترجمة نانسي قنقر